انطلقت أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي للدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ركزت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي على إدانة الهجوم الإسرائيلي المستمر على المدنيين بقطاع غزة واستهداف المنشآت الطبية والمنظومة الصحية والبنية التحتية وخلال كلمته أكد الرئيس البرلمان العربي عادل العصومي أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية مجددا تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية لقد تابعنا جميعا حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الغاشم وهو ما يأكد مجددا حقيقة لا تقبل الشك وهي أن تحقيق الأمن والاسترار في المنطقة والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستغلة وعاصمتها مدينة القدس